فالنصر يعاني كثيراً يعاني على مستوى اللاعبية التسع الشهور ما أخذوا إلى مرتب شهر واحد طوال الموسم هل هذا تصرف بإدارة لفريق يبحث عن بطولها والإسعاد جماهير العالمي؟ أعتقد أن فيصل بن تركي سيظل في النصر لأنه ليس هناك بديل قادر على سداد هذه دولة التي تجمعت تراكمت في عهد فيصل بن تركي ولا يوجد يعني لم يتقدم أحد هو كان واضح وصريح مع الرأي العام النصراوي يعني قال أن اللي قادر على قيادة النصر يتقدم أهلاً وسهلاً به بس يا ابو نواف فيه شرط هو الأمير فيصل بن تركي وعد أنه عند رحيل إدارته عند رحيل ستكون ديون أصفار فأنت يا سمو الأمير فيصل بن تركي المسيك بالخير نقول لك ما قصرت أنك أعدت النصر للواجهة وهذا فريق بطل وفريق عالمي يجب أن يكون هناك مكلام في محل ثقة أنك تضع النقطة حروف وتسدد هذه الديون كما وعد ثم تغادر مشهد الرياضي بدون قيدة وشرط لأن النصر ليس ممتلكاتك الخاصة حتى تفرط تقول أنا ما أسمى أصل للهيئة ولازم يجي البديل وكذا يعني أنت أتيت النصر عند رغبة الجماهير من البواب الواسع يجب أن تغادر النصر بهدوء وتترك النصر يبحث عن رئيس آخر يربما يعالج هذا القصور الذي وجد في إدارتكم خاصة في مسألة الديون مسألة تأخر المرتبات والنصر حقيقي فعلا النصر إذا بغن الحقيقة هو أكثر فريق يغلي من هذه الديون ومن تأخر نشوف الآن نيف هزازي ونيف أحمد الفريدي عبدالله نزي هؤلاء نجوم النصر الذين اعتمد عليهم العام الماضي في جل بطولة عامل 2015 قبل سنتين في بطولة الدولة 2015 الآن أين هم الآن يتمردون على النادي ويغادرون المشهد النصراوي بطريقة حقيقة غير لا يقايا يوسف ضروري أنك تعرف أن التفاصيل المالية سواء الديون أو القضايا يعني الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر أو أي حد من النصراويين ما أحد كشف عن كيفية أو آلية تقليص الديون الفترة المقبلة يعني ممكن لو أنا أقول ممكن هذه ربما يعني تكون واردة إذا كان هناك رئيس جديد بيقود النصر يكون الأمير فيصل بن تركي يساعده ويساهم معه في تقليص الديون يمكن يكون هذا في عين الاعتبار يعني ما حالي ليش نقول أن الرجل يبغي يترك النصر ويترك الديون ما يحلها ولا يقلصها صح ولا لا ممكن يعني أقول لك ممكن هذه تكون يعني أمر محتمل في النصر لا بس هو ألمح ألمح في أخ تصريح قالوا أنه لا يكون النصر يعني أنه يأتي رئيس إلا يدفع ثمن ومهر النصر غالي يعني لماذا يقع هذا لماذا سمو الأمير يضع هذا العاقبات إذا كنت أنت عندك قناة أنك ستغادر هذا المشهد النصراوي هذا الموسم تبكر على الله وأمس النصر له رجال وانت ما قصرتك حلان النصر له رجال له عضاء الشرف له رئيس عضاء الشرف له جماهي له الرجال داعمين أنت غادر المشهد الرياضي وتكفل لهم بالبقية لكنك تجعل يعني توقع تلميحات استقالة أعتقد أنه السيناريو حقيقي لا يليق لابسهم الأمير فيصل بن ترك ولا يليق بنجل نصر أن يكونك مناورة على استقالة الأمير العام الماضي استقال وذراف دموع الحسن على جميع النصر وبقدرة قادر رجع ببعود من أعضاء الشرف الرجل الجاز من يغادر هو كما فعل سمو الأمير عبد الرحمن مساعد حينما قدم استقالته في ليلة غضب في الهليون عليها شد الغضب فغادر مشهد الرياضي وقال لهم مع السلامة وأتى رئيس جديد وعالج كثير من القصر في الهلال وعاد الزعيم والملكي عاد بطلا نشاهد الآن في المنصات التتويج في كل الفئات